مطشي زباك كان صعب أه؟ صعب على الأعصاب يعني طبعاً طبعاً صعب كورة يعني طبعاً لا ومن كله بصراحة البطشي كان صعب من كله كورة وعلى أصابه عشت إزاي المطشي ده بقى؟ طبعاً طبعاً الهدف اللي احنا جبناه هناك في المغرب كانت زمالك يعني أحزان زمالك الهدف إدأمل كبير جداً أنت نتيجة 1-0 بتنهي المباراة صح طبعاً أنت فرقة جاية منظمة دفاعياً بشكل كبير جداً نهدف البركان لابد بتنزيم دفاعي إنما كان من أول دقيقة في المباراة كان فيه شراسة هجومية تمت للعيبة نادي الزمالك تقريباً في أول 5-6 دقائق كان فيه شراسة هجومية جمدة جداً نتماك 20 دقائق رحلوين أوش بزبط يعني فإنما كان فيه شراسة قوية في الأول 5-6 دقائق زمالك فرص وربعه متكررة فكان بيفك التلاصم بتاع فرقة نهد البركان إنما في الآخر طبعاً أحمد حمدي قدر يحل اللغز الصعب في هذه المباراة ويحرز هدف ولا أجمل ولا أرواع من كده لو جبنا الصور لو جاب لنا الصور بتاع اللقطات بتاع المباراة نهد البركان هفراجك على الكرة اللي عملها زيزو لأحمد حمدي طبعاً هنا بداية الكرة هنا من عمد حمزة المسلوسي لقى بالكرة ورجحها لزيزو إنما للأسف اتقطعت منه كان في الحتة في المساحة اللي قدامه دي حسام عبد المجيد اللي رجع الكرة ماشي الكرة تاني رجع الكرة تاني في اتجاه زيزو مرة تانية اللي خد الراجل كده يعني بلغة لعبة كرة شراب غز الراجل في حتة صغيرة جداً كده وبوز الجزمة شايف من اللي بيرفع يده ده أحمد حمدي لا ارجع باللقطة اللي فاتت دي يدوبك زيزو كده رفع وشه لا أحمد حمدي بيشاور وبعيداً عن مساحة ما فيش مرقبة من لعبة نهضة بركان لعب كرة كده زي كرة الشراب كده بوش رجليه رفعها حطاها أحمد حمدي من الكرات الجميلة اللي فرحاحت ملايين من الزامن الكوية في مصر وفي الوطن العربي وفرحت جمهور الكرة المصرية ببطولة مهمة لنادسة اشتركوا في القناة